تحذيرات طبية من إصابة كبار السن بكورونا كانت تتسيد الخطابات لكن اليوم مع مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تساقط أرواح وتسجيل إصابات ههو الطب يكشف جديداً لا أحد محصن للشباب ولا كبار السن الكل متساوين أمام الفيروس وفقاً لما أكده مختصون لصحيفة واشنطن بوست هؤلاء كشفوا أن مرضى تتراوح أعمارهم بين 30 وال40 عاماً أصيبوا بالفيروس ولم تظهر عليهم أعراض الإصابة لكن وفاتهم بسكتة دماغية كشفت عن تورط كورونا بها فبرضى كوفيد-19 يختبرون أشرس أنواع السكتات الدماغية وأكثرها فتكاً وهو النوع المعروف باسم انسداد الأوعية الكبيرة الذي يطمس أجزاء مسؤولة عن الحركة والكلام واتخاذ القرارات في الدماغ الفيروس الذي أشيع أنه يهاجم الرئتين بشكل أساسي اتضح مع مرور الوقت أنه عدو لكل أعضاء الجسم فمريض في الرابعة والأربعين يقول طبيب كان يعالجه إن شكل الأوعية الدموية له تغير وإنه حينما كان يزيل الجلطات الدماغية له لاحظ تكون المزيد وأرجع مختصون وفاة المصابين الأصغر سناً بكورونا بالسكتة الدماغية إلى أن قوة مناعتهم تتصدى للفيروس في الجهاز التنفسي فتحميهم لكن الأمر مختلف مع انسداد الأوعية الدموية ورغم أن الإحصائيات لا تزال قليلة إلا أن الصحيفة الأمريكية كشفت عن استعداد ثلاثة مراكز طبية أمريكية لنشر بيانات عن تأثير كورونا على السكتة الدماغية بما يساعد في الكشف عن ما يفعله الفيروس في الجسم علها تتيح نظرة ورؤية جديدة وتجيب على أسئلة الأطباء والعامة في الوقت نفسه حنين موصلي العربية